انتهاء معركة الباغوز والانتصار على داعش يضع الفصائل الكردية امام تحدي حول المستقبل الاكراد وحسب مراقبين يعرفون ان سيطرتهم على بناطق في شمال وشرق سوريا ستكون مؤقتة بعد نهاية داعش ما يضعهم امام خيارات صعبة لتحديد شكل العلاقة سواء مع النظام السوري ومن وراءه روسيا او مع انقرة تركيا التي تعتبر قوات سوريا الديمقراطية ومعها الفصائل الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني تلوح باستمرار بعمل عسكري لابعاد هذه الفصائل عن حدودها الجنوبية ومنع قيام كيان كردي ما يدفع الفصائل الكردية للانفتاح على النظام السوري كورقة لمواجهة تهديد انقرة لكن تحديد شكل العلاقة مع نظام الاسد ربما لن يصل الى حد طموح الاكراد فالنظام السوري لن يقبل بكيان كردي منفصل على اراضيه ولن تتجاوز مكاسب الاكراد حكما محليا بشروط افضل ويبدو ان الاكراد ومع تخوفهم من انسحاب امريكي مفاجئ دون توفير ضمانات تراعي وضعهم الجديد يحصلون على تشجيع من موسكو للانفتاح على النظام السوري ولا يستبعد ان يكون الموقف الروسي منسقا مع واشنطن لتقليص نفوذ تركيا كما نفوذ ايران في سوريا كما ان الاتفاق مع الاكراد سيعيد للنظام اهم الثروات من النفط والغاز في تلك المنطقة حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على نحو 90% من الثروة النفطية و45% من انتاج الغاز فضلا عن سدود على نهر الفراد